نرحب بكل المشاهدين اللي عم يتابعونا عبر نور الشباب يوم جديد وفصل جديد من الإنجيل المقدس راح نسمعه سوى مع الراهب الماروني المريمي الأب شرب الأبي راشد إنجيل اليوم السابت السابت من الأسبوع الرابع لزمن الصديب المجيد نقرأ لوقى خمسة عشر تمينة عشرة أي امرأة معها عشرة دراهم فأضاعت درهما واحدا منها لا توقض سراجا وتكنس البيت وتبحث عنه باهتمام حتى تجده فإذا وجدته دعت الصديقات والجارات وقالت لهن فرحنا معي فإني قد وجدت درهم الذي أضعت وأقول لكم إنه على هذا النحو يكون الفرح عند ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب أخوتي نحن اليوم بزمن الصديب المجيد زمن الانتظار كمين فينا نقول عنه زمن التوبة هذا زمن الإسكاتولوجي بامتيازي اللي بتحطلنا الكنيسة النصوص من الكتاب المؤدسي اللي بتحكينا عن الملكوت الملكوت يلي نحن أخوتي لازم نسعى بجهد إنه نوصل لهنيك لأنه إذا ما كان عندنا هيدا السعي فرح تكون حياتنا من دون جدوى لأنه الأساس إنه نقدر نوصل على الحياة الأبدية الحياة اللي عم يحكي عننا هيدا النص اللي قد يفرحوا الملائكة بعودة خاطئ إنه رح يرجع يدخل إلى هذا الملكوت أخوتي هيدا النص عطانا إيه يسوع المسيح تفهمنا قد يمهم سر التوبة بحياتنا نحن كمؤمنين وكمعمدين على اسم يسوع المسيح سر التوبة أخوتي هو مفتاح الأسرار ومفتاح باب الملكوت هيدا السر يلي بيحملنا من مطرح لمطرح بيحملنا من عالم الكآبة اللي منكون عايشين فيه لعالم الفرح والنور يلي نحن منطمح لإله قد حلو أخوتي نعرف نتوب على خطيئة اقترفناها نحن بكامل إرادتنا نحن كتير منخطي بسهولة بس نحن منستحي نتوب ومنستحي نعلن خطيئتنا بسر التوبة هيدا مشكلتنا نحن اليوم أخوتي مشكلة كل الأجيال اللي ما رأوا أنه نحن منتعود على الخطيئة بس ما منعرف نرجع نظهر منا منتعود على الخطيئة حتى بتصير عنا قدمين على الخطيئة وما منعود نعرف نظهر منا لأنه بتصير بالنسبة لإلنا عمل طبيعي لأنه تعودنا عليها بطلنا نعرف أنه هيدا خطأ أو خطيئة بتأهلنا لدخول المطرح الآخر وبتمنعنا من دخول الملكوت حيث الملائكة ينتظروننا مع يسوع المسيح أدا من خلال هيدا النص أخوتي منفهم تعلقنا بأمور كتير بتاخد من حياتنا إذا أضعنيها منضيع كل شيء مبعوض فينا النايم بتصير هاجسنا الوحيد بتضيع لنا كل حياتنا بيصير هدفنا الوحيد بس أنه نلاقي هيدا الشيء اللي نحن مضيعينه هيدا المثل طبقوا يسوع لقلنا على الملائكة بالسماء هايك الملائكة أخوتي بيكونوا ضيعين وقدم نكون نحن ضيعين على الأرض وهالقد بيفرحوا وقدت اللي بلاقوا خاطئ رجع عم بيدق الباب وعم بيقل لهم أنا بدي أرجع ادخل لعندكن أنا بدي أكون معكن هون بجنبكن حد يسوع المسيح أخوتي هيدا الفرح ما تخلو يضيع منكن هيدا الفرح اشتغلوا علي تتقدروا فعلا تدقوا الباب وتفوتوا لعند هالملائكة يلي ناطرينكن هيدا الفرح هيدا السعادة الأبدية وصبق التقابل أنه هناك حيث لا بكاء ولا دموع ولا موت فقط الفرح ثم السعادة السلام الكل هيدا اللي نحن بدنا إياه نحن كل شي عمل نحن منقوم فيه هون على الأرض منطمح أنه نعيش بسلام أنه نعيش بفرح نحن منسعى أنه نروح نصهر وننبسط بس ولا مرة منسعى أنه نروح نحزن قد ما فينا نبعد عن الأمور اللي بتحزننا طب لاي منعملها تنربحها هونيك لها الأمور المحزنة خلينا نعمل من هون تنربح هيدا الفرح من خلال التوبة هيدا التوبة يلي بتهد جبال التوبة بتدخل أعظم الأمور إلى الملكوت لايكوا طوبة على المرأة الخاطئة لايكوا طوبة لص اليمين هالتوبة يلي نقلتهم من عالم البكاء إلى عالم الفرح أختي هيدا العمل واجب علينا مش ضروري واجب أنه نحن ننتقل نحن وكل المحيطين فينا نبلش من هون نشتغل تنقدر نوصل سوا إلى عالم الملكوت تائبين حاملين سر الأسرار اللي هو يسوع المسيح ومعه بيستقبلونا هالملائكة بفرح عظيم بيقولولنا هلموا رثوا الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم آمين مشاهدينا رح ناخد بريك صغير ونرجع منتابع لكل حدا بعد ما سمع عن كارلو أكيوتيس هالشاب من أصغر الطبويين عم ذيبح الكنيسة عمره بس خمستعشر سنة وانتقل من بيناتنا مش من زمان بسنة الألفين وستة تخيلوا إنه أمه وبيه عم بيشاركوا بحفل تطويبه قدي فخورين هالأهل بابنن اللي ما قدروا يفرحوا فيه مثل الشباب العاديين بس فرحن كان أضعاف وأضعاف لأنه مصدر السماء مش الأرض كارلو كان متعبد للقربين لمقدس وكان يستغرب كيف الشباب والصبايا معبيين الحفلات بالقلوف وبالكنيسة الليل كتير قرب موعد تطويب كارلو اللي حددوا الفاتيكان بعشرة تشرين الأول 2020 صار عنا شفيع جديد بالسماء شفعته وبركة القربين لمقدس ترفقكن كلكن ومن خص بالذكر الشباب والصبايا اللي منجيله حتى يتمثلوا فيه ويمشوا ع درب الرب رجعنا معكم المشاهدين أريد أن نتعم أكثر بإنجيلنا لليوم أبونا أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم وإن شاء الله بيظل نور هالإنجيل ساطع وينما كان شكرا أبونا بإنجيلنا لليوم نشوف أنه هناك أهمية كبيرة للتوبة بحياتنا المسيحية أدي يسوع اليوم بيفرح لما بيشوف حدا طيب ورجع عن كل خطايا كل هدفه كان يسوع المسيح أنه يعلمنا كيف نتوب يعلمنا كيف نسلك هذا الطريق طريق التوبة تنقدر نفوت على الملكوت التوبة هي بتغسل القلوب التوبة بتغسل الضمير التوبة هي بتلبسنا حلة جديدة مثل ما لبسنا بالعماد هالحلة المؤدسة كل مرة منتوب وكل مرة منفوت على سر الاعتراف منرجع ونظهر لبسين هيدا الحلة من جديد هلقد التوبة مهمة بحياتنا هلقد مهمة نعرف كيف نتوب وهلقد مهمة نعرف نروح صوبة التوبة لأنه كثير صعب الإنسان يتوب كثير صعب الإنسان حتى يستمر بتوبته شو بيتطلب هالموضوع؟ بيتطلب انسحاق كل مع يسوع المسيح قد يفرحوا الملائكة بعودة خاطئ بتائب وقد يزعله ولكن هذا التائب يرجع للخطيئة ويزعل كثيرا أنه هالتائب يرجع لنفس الخطيئة صحيح هذا المطرح البشع اللي نحن بنعمله ونروح عليه بلا ما نحس كله يتنا نقع بالخطيئة من توب منعترف يسوع خاي أنا معك خلاص ما بقرح أرجع وزلي صغير بنرجع لأضرب ما نطرح معك هذا المزعج عند يسوع المسيح وبرضه عم بيضل فاتح إيديه وعم بيضل نطرنا وقالنا رجعوا وتفضلوا أنا نطركن بس مهم ترجعوا مهم ما نرجع نروح على الخطيئة نعرف نرجع من خلال التوبة لعند يسوع نعم يعني بسيئة التأمل يلي ذكرته أبونا قدي التوبة اليوم كافية لتنقلنا من طريقة عايش معي نائلة أخرى قدي بتفاعل أنا مع التوبة قدي بيقدر يعيش واستمر فيها لفترة أطول نعم هذا التفاعل يلي مطلوب مني أنا بحياتي اليومية أنا حيالها خطيئة أنا أبو أعفية بس بدي توب عنها بدي أبعد بدي حيول أنا ابعد عن الأسباب اللي بترجع بتوجهني لألة هون عمل الإنسان عمل النضال والجهاد اللي بدي يقوم في الإنسان لأنه كتير سهل بس يقع أول مرة بالخطيئة كتير سهل يقع فيها مرة تانية يعني الأمور يلي شدته عليها بتصير مباشرة بين إيدي هون العمل قدي بده يقدر هو يكافح يقدر يعمر هالحيط اللي بيفصل بينه وبين هالأسباب هيدا الأسباب مثل ما قلت لك بتانية مرة بتصير أهيان من أول مرة صحيح وبتالية مرة بتصير معاشة أكتر الإنسان يتعود له بتصير بحياته والخطر أنه بس يتعود له ببطل يحس أنه خطيئة بيصير يقع بالخطيئة وما بيعود يحس بهذا الإحساس اللي بيخليه أنه الزنب يعني بيظهر من الزنب بيتعود بيتعود عليها مثل الإدمين المضمن على المخدرات أول مرة بيقول أنا شو عملت تاني مرة تالت مرة خلاص بينسى أنه أنا شو عملت بعيش بالإدمين وبينتقل مباشرة لغير مطرح ما بيعود يقدر يرجع وما بيعود يعرف حتى يرجع هذه المشكلة أبونا فعلا لما نضيع غرض صغير بحياتنا اليومية مثل ما ذكرت نخرب الدنيا تنلاقيه ولكن عطول الأشياء الأهم بحياتنا ما منفتش عليها الدربة الصحيحة ما منفتش عليها ليه دي مر الإنسان بيهمه للأهم نحنا منفتش على الأهين عطول بحياتنا منفتش على الأهين واللي بخلي السعادة أقرب لألنا يعني أنا بروح مثل ما قال الطباوي كارلو بيشوف العالم كلهم مجمعين قدام السينميات والمطاعم والملاهي وبشوف حدا وقفوا في البيب الكنيسة بيقفوا بالصف هونيك تأخذوا دور تأخذوا وقفوا في البيب الكنيسة ما بيكون في حدا لأنه هونيك أهين أنه نلاقي السعادة فيه من أنه نلاقي السعادة بالكنيسة ما أنه السعادة موجودة بالكنيسة بس بدي أعرف كيف بدي أطلبها بدي أعرف كيف بدي دق الباب وفوت بينما هذيك السعادة مشارعة على الأبواب تفضلوا تعوا فوتوا وإعلقوا هون وما تعودوا تعرفوا ترجعوا هيدا الأهم اللي نحنا ما عم نعرف نميز بينه يعني في عنا خير وفي عنا شر الشر أسهل من الخير صحيح مع أنه الخير أهم بس نحنا منروح على الأهين مننسى الأهم بحياتنا منضيع يسوع ومنضيع حالنا مع هالضياع وللأسف صعبة الرجعة والشاطر اللي بيعرف يخلص نفسه مثل ما قال القديس الحردينة نعم ونيال اللي بيعرف يخلص نفسه من خلال التوبة يرجع يقدر يدق هيدا الباب ويفتح هيدا البيب ويفوت نعم أبونا ذكرت الطباوي كارلو أكوتيس قدي برأيك أهله أو ولدته كان إلا دور بهذا الموضوع يعني اليوم قدي الأهل هن عليهم مسؤولية وقدرين يسيروا طريق أولادهم الأهل هنه أول مدرسة هيدا البيت هو المدرسة الأولى للولد أكتر شي بيعلق بفكره للولد وبقلبه للولد هو شو بيشوف بالبيت صحيح صحيح المدرسة بيتعلم منها كتير أمور بس بس يرجع على البيت أكتر تأثر هنهن الأم والبي وإذا عنده أخوي أكبر منه كمان بس الأم والبي هنه اللي بيوجهه حتى لو ما أراده بيوجهه بطريقة غير مباشرة شو بتعمل الأم بيعمل الولد شو بتحب الأم من أكل حتى بيطلع الولد بيحب مثله شو هوايات البي بيطلع الولد بيعمل مثله هيدا السبب اللي لازم العائلة تشتغل عليه تقدر تنمي العائلة روحيا يعني لازم الأهل يحسس أولادهم أنهن بيحبوا يروحوا على الكنيسة بيحبوا يصلوا تهالولد تنمي هالروح فيه ويقدر يروح على الصلاة بعدين ما يعود يحسه هيدا مطرعا بيزهق أو هيدا مطرعا بيأسه أمه لكارلو صحيح هي بالأول اشتغلت بس هو اشتغل فيها رجع أكتر بعدين وقت اللي هو فات على الكنيسة وهي بتقول أنه رجع هو شدني معها قده حلو الأهل يؤطفوا هالثمرة صحيح اللي بيزرعوها بولادهم بيزرعوها صغيرة بس تكبر ترجع هي بتشدهم معها وهيدا فرح يسوع الكبير وهيدا فرح الملائكة هيدا اللي لازم نحن كعيال وخصوصي نحن هلأ هون بلبنين بحاجة نرجع نرجع أولادنا ونحن اليوم مع ذا خائر الطباوي عم نلمس هالرجعة قدام طلب معونة الرب نحن اليوم بحاجة لنسعر بإيد الرب بإيدنا نعم اليوم كارلو مثل كبير لقلنا أنه هو بيقلنا وبيدلنا أنه يسوع الأفخارستية هي الأساس وهي الخلاص روحوا لعنده وبتنيروا كل شيء مثل ما أنا رحت لعنده وأخدت كل شيء وليكوا اليوم كارلو وينه بعمر الخمسة عشر سنة قدر ربح يسوع على الأرض وربحه بالملكوت وقدا يحللت الملائكة يوم دخول كارلو لعندهم وإن شاء الله يهللوا اليوم دخولنا نحن هذا كل واحد مننا يتمنى إذا بدنا نتعم أكتر بالإنجيل شو رمزية المرأة اليوم اللي عم تفتش على الدرهم مين بتمثل والدرهم كمان بيدوره شو بيمثل المرأة بتمثلني أنا وبتمثلك أنت وبتمثل كل واحد مننا هذا الإنسان يلي ضاع وقت يضيع الدرهم أسمن شي عنده بهذا المثل الدرهم هو يسوع نعم والمرأة هي أنا أنا يلي ضيعت يسوع يلي بدي حاول وبي جاهد نبش عليه مش بس ضيعه يلا ما قاله قيمة هذا أنسيه نحن نضيع كتير أمور مننسيها حتى ما بنعرف أنه ضيعنيها وفي كتير ناس هيك عم بيصير معهم مع يسوع ما بيعرفوا أنه نضيعه يسوع بس قدي حلو نكون مثل هالمرة وننبش عليه ليسوع ومن نايم تنلاقي يسوع بس نلاقيه نرجع نحبسه عنه ونطلق فيه تما نضيعه مرة تاني لأنه فعلا نضيعه مرة تاني كتير سهلة صحيح لأنه اللي بيضيع شغلي أول مرة بتصير عنده عادة مثل ما قلنا هلأ من شوي نعم إلى أي مدى الخطيئة لو شو ما كان نوعا هي كفيلة أنه تبعد الإنسان عن الإيمان والأعمال الصالحة بمجرد ما نقول خطيئة يعني بععدتنا يعني جبتنا بغير محل هي كل دورة الخطيئة أنه تبعدني عن الله تبعدني عن هذا المطرح اللي أنا عم بس على قله كل دورة الخطيئة اللي هي ثمرة الشر ثمرة العمل ثمرة الشرير هي الخطيئة بتجي بتنزرع فيه على طريقة وبتحملني من هون بتحطني بهذاك المطرح وبتصير تشتغل فيه هونيك تأنسى المطرح الأساسي اللي أنا كنت فيه تما أعرف أرجع حتى هيدا عمل الشر يلي منغزين نحن بطريقة غير مباشرة وخصوص اليوم بمجتمعنا وخصوص اليوم مع الشباب عم بضيعوا الشباب اليوم وما عم بيعرفوا يرجعوا وما في حدا يدلوا إنه من هون الطريقة تفضلوا ورجعوا من هون إن شاء الله اليوم ياخدوا مثل كارلو كارلو أكوتيس هالشاب يلي من عمرهم يلي مثلهم اشتغل على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلالهم قدر وصل كلمة الرب قدر وصل صورة يسوع المسيح قدر وصل القربان المقدس على كل العالم هو اليوم شفيع الإنترنت وخلي يكون شفيع هالشباب يقدروا ينتقلوا بمثله إلى يسوع المسيح نعم أبونا بكلمة أخيرة برسالة منك للمشاهدين مثل ما ذكرنا الخطيئة كثير هين نرجع عليها في ناس بتخطي بتتوب وبترجع كمان تقع بالخطيئة ولكن نحن شو سلاحنا اليوم تنحرب تنمحي ونعرف نوجه طريقنا صوب الملكوت السماوي سلاحنا الأول والأخير هو يسوع المسيح هو القربان المقدس أنا بس اتسلح بيسوع المسيح وأعرف حافظ علي حكما مبعوض أعرف شو يعني خطيئة نعم مثل كل الإديسين اللي مرة وقبلنا تسلحوا بيسوع وكان الدرع الواقع لهم هو القربان المقدس هيدا الدرع يلي واجهوا فيه الشر واجهوا فيه الخطيئة واجهوا فيه كل هفوة بتوقعون بهذا المطرح البشع اليوم أنا بدعي كل إنسان بس يتوجه لكرسي الاعتراف ويحمل بقلبه طوبة صادقة صادقة أهم شيء كلمة صادقة نعم ويفوت فيها قدام الكاهن ويقال له للرب أنا بتوب وأنا بدي سلمك قلبي من جديد يظهر من هونيك يتسلح بهالقربان المقدس يحطه بواجهة كل شيء يقول له ياسوع أنا ملكتك قلبي حيث لقلك ما تظهر منه صاعدني أني أنا ما ظهرك منه لابد ما الإنسان بده يرجع يوقع بتجارب وبتجارب بس وقت تكون معنا سلاح الكربان المقدس ما في شيء بيوقعنا في شيء بيساعد هذا القربان هو الصلاة الصلاة والصوم بس الصلاة المسبحة بيرتعدوا مننا الأشرار والشياطين يعني هذه المسبحة هي سلاح كتير كبير بس لوحدة ما بتكفي أساسها هو يسوع المسيح الصليب اللي معلق بأولها اللي علي يسوع المسيح وهو أساس هو بيكون الكربان اللي أنا زرعته بقلبي هذا اللي بتمنى لكل حدا عم بحاول يرجع يتسلح بهالشغلتين تا يقدر يكون فعلا ابن هالملكوت تا يقدر فعلا بس يوصل على باب الملكوت يلاقي زفة السماء عم تستقبله الملائكة نعم أمين يا رب أبونا نحن نشكرك لحضورك معنا وأنا بسكركم وقالله يديم هالمحطة تظل تنقل نور الإنزيل للعالم كله شكرا لك